تابعينا متابعة الإجراف مصري في كل مكان من هنا لحضراتكم لحظة تشييع جثمان الشيخ عبد الحميد محمد الأطرش الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية ورئيس لجنة الفتوى بالأظهر الشريف سابقا يعني هنا من مسكة رأسه في قرية بني هلال التابعة لمركز ده منهور في محافظة البحيرة زي ما حالكم شايفين توافد الألاف من المحافظة ومن خارج محافظة البحيرة لتوديع الشيخ عبد الحميد محمد الأطرش إلى مسواه الأخير في مقابر الأسرة في قرية بني هلال مركز ده منهور في محافظة البحيرة كمان الشيخ يعني وصى قبل وفاته إنه ما يكونش فيه عزة إلا على المقابر علشان كده ابنه النهاردة أعلن إن العزة حيكون على المقابر فور الانتهاء من دفن الجثمان وكمان هو اللي أصر أنه هو اللي يصلي صلاة الجنازة على والده طبعا مشايخ وعلماء الأظهر الشريف متواجدين هنا منذ الصباح الباكر كان لهم كلمات كثيرة يعني وبيحكوا مواقف أكتر وصلتهم كمان بالشيخ عبد الحميد محمد الأطرش يعني الله يرحمه الكل هنا جاي يودعه إلى متواجد الأخير في مقابر أسرته قرية بني هلال مركز ده منهور في محافظة البحيرة زي ما حابكم شايفين كل اللي بيخرجوا الآن من المسجد كل يعني ألاف موجودين هنا لتوديعه الآن بيخرج الجثمان من المسجد حنسيب حضراتكم معنا تتابعوا هذا المشهد يعني مشهد كبير هنا في قرية بني هلال في محافظة البحيرة زي ما حابكم شايفين آلاف آلاف هنا من المحبين موجودين بيودعه زي ما حابكم شايفين آلاف آلاف هنا من المحبين موجودين بيودعه الشيخ عبد الحميد محمد الاطرش الأمين العام بمجمع البحوث الاسلامية ورئيس لجنة الفتوى بالأصدر الشريف سابقا إلى مسواهي الأخير يعني يعني احنا مش قادرين نوصف لحضراتكم قد ايه عدد المحبين اللي موجودين هنا اللي جايين يودعه الشيخ إلى مسواهي الأخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متابعينا متابعة مصر كل مكان ما زينا نرسل لحضراتكم يعني خروج آلاف المواطنين هنا من مسجد بني هلال في مركز ضمنهور أثناء توديع الشيخ عبد الحميد محمد الاطرش الأمين العام بمجمع البحوث الاسلامية ورئيس لجنة الفتوى بالأصدر الشريف هنا من مسقط رأسه في مركز ضمنهور في محافظة البحيرة زي ما حالكم شايفين آلاف المواطنين وآلاف المحبين موجودين هنا علشان يودعوا الشيخ عبد الحميد الاطرش إلى مسواهي الأخير في مقابر الأسرة في قرية بني هلال محافظة البحيرة محافظة البحيرة محافظة البحيرة محافظة البحيرة وضعني صممت بكثير محافظة البحيرة فأيضا أخذ في محافظة البحيرة محافظة البحيرة حاولت أن أترك المكان فمنعني رحمه الله وتعالى رحمة الوسعة وبعد أن صممت أخذ ما قلت وما زاد عليه إلا أنشرها بعضا من ما قلت وأثنى علي الرجل فكان هذا باكورة تشبيعي لأن أسلك هذا المجال خيك المولانا أنا لمست هذا في رضيك الشيك أن تواطع من قطع النصير فعلا الشيك برعلي علمه الغزير واطلاعه الواسع إلا أنه كان متواضع إلى أبعد القصير رجل كان يقدم غيره وعليه دائما لذلك قدمه الله تعالى على غيره إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد حضرتك يعني شايف المشهد الكبير اللي موجود هنا وألاف اللي جايين يودعوا الألاف اللي جايين يودعوا الشيخ عبد الحميد الأطرش شايف المشهد ده الزيت وصفه لنا الزيت والله يعني ألسنة للخلق أقلام الحق الرسول صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبك ثم أثنوا مر بجنازة فأثنوا عليها شرا قال وجبك قيل وما وجبت يا رسول الله قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض فهؤلاء شهداء الله تبارك وتعالى لذلك إذا شهد قوم لميت قال الله تبارك وتعالى قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون فنحن لا نتألى على الله تبارك وتعالى ولكن نحسب الرجل والله حسيبه أنه كان من خير الناس في هذا القرن الذي نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يبعث على الأمة أو على الناس في كل مئة عام من يجدد لهم أمر دينهم فكان نحسب هذا الرجل أنه كان من هؤلاء المجددين الذين بعثهم الله تبارك وتعالى ليجددوا للناس أمر دينهم أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة إنه أهل ذلك والقادر عليهم شكرا لحبتك يعني متابعينا متابعة الإجراء في مصر في كل مكان ما زلنا من نرصد لحضراتكم يعني جنازل الشيخ عبد الحميد محمد الأطرش الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية ورئيس لجنة الفتوى بالأظهر الشريف سابقا زي ما حدثكم تابعتم معنا إحنا متواجدين الآن داخل قرية بني هلال مركز دمانهور في محافظة البحيرة مسكة رأس الشيخ يعني ألاف المشيعين كانوا موجودين معنا هنا في المسجد يعني جنازة مهيبة بمعنى الكلمة موجودة هنا في بني هلال محافظة البحيرة ما زلنا نرصد لحضراتكم لقطات من تشيع الجثمان نرسل الجثمان هذه الحزنة القرية فرصة ولتقز الأمين عدة للقرية ولتقز الأمين رحة Nhنرس المغرص حسب الحكومت بحجاجة سعاة كل جرال في مصر السرطة لدينا تقلق الجرال في مصر المتابعة الغرال في مصر يعني رصدنا لحضراتكم جنازة الشيخ عبد الحميد محمد الأطرش الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية ورئيس لجنة الفتوى بالأظهر الشريف صادقا من مسكة رأسه ببني هلال مركز دامنهور في محافظة البحيرة زي ما حالكم شايفين مشهد جنائزي مهيب ألاف المواطنين وألاف المحبين جايين يودعوا الشيخ عبد الحميد الأطرش إلى مسواه الأخير في مقابر العائلة هنا في بني هلال مركز دامنهور في محافظة البحيرة اشتركوا في القناة